بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد فجئت بقطار الصيام وهو واقف في تلك المحطة محطة الأمس لا يريد أن يبرحها حاولنا معه أن يتحرك إلى محطة أخرى فأبى قال إلا أن تعلم حقوق الطريق وحق الطريق أولا فهل هناك أكثر مما قلته لنا بالأمس؟ نعم ماذا عندك؟ إن الناظرة هو يقول رمضان ليس أنا إن الناظرة في مجتمعاتكم وفي الشارع العام وما يموج به من الظواهر غير الأخلاقية والسلوك غير الإنساني من تعد على الحرمات وخوض في أعراض الناس بغير حق وإضاعة الوقت فيما لا يرضي الله تعالى ومخالفتنا للقواعد المنظمة للمرور وأذى الناس بالسيارات وتروعهم بها والاعتناء على حقوقهم كل هذا لماذا هذا؟ وبالإضافة إلى رمي القادرات في الشارع ما رأيت هذا في بلاد العالم غير المسلم لماذا؟ لماذا أرمي القادرات في الشارع؟ لماذا لا تعطيني فرصة أمشي أشم هواء نقياً في الشارع؟ هل أنت مسلم؟ هل أنا مسلم حين أفعل هذا؟ وتقول وحريص على الحج والعمرة؟ قف عندك قف لا تذهب لأنه غاضب منك لأنك لم تتبع أوامر ونواهي النبي صلى الله عليه وسلم قال لك أعطي الطريقة حقاً بماذا؟ بممي الزبالة في الشارع؟ كل مكان أذهب إلي أجد هذا؟ لن أجد أعجب العجب وأنا وأنت الذي نفعله هذا هم يضعون الصندوق الناس يضعون القمامة بجوار الصندوق يعني عم يضعها في الصندوق أعلم أبنائي هذا في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا لعانيني اتقوا لعانيني قال ومن لعاناني يا رسول الله قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم الناس اللي بيرمي أي حاجة سواء كان خلاء أو أجب كلها قمامات يعني أو يقضي حاجته في طرق الناس وما إلى ذلك إن هذا يؤذي الناس هذا يؤدي إلى الأمراض أو بيئة لأنه يأتي بالبعود ويأتي بالفيروسات ويأتي بالأشياء هذه لأنه إذا تركمت الزبالة أو القمامة فوق بعدها والإسلام حريص جداً على صحة المجتمع وأنا ليست حريصاً عليك ولا أنت حريصاً علي الناس الذين يبنون السلالم في الشوارع أقولوا لهم هذا حق الطريق لا أعتقد أن الشفاعة تأتي الله أعلم واحد طالع لي باني بيته وطالع لي بمتر في الشارع سلم ولا بخمسين سنطي والآخر أمامه خمسين سنطي هذا حق الطريق أيها الأحباب رمضان زعلان ويقول كيف في هذه المحطة يا عمي لسه باقي عندنا كم يوم نريد محطات أخرى يقول ده فيه ناس بتيبني بيوتها في الشارع أعلموا أناساً خرجوا في الشارع سبع متر ولا أدري أين الجماعة المسؤولين عن هذا الأمر والذي يقوم برش الماء في الشارع مضيعتاً للوقت مضيعتاً للماء وقد يؤذي هذا المر إذا مر على هذا الماء والذي يضع لنا ما يسمى بالميازيب اللي فوق السطح تسكت الماء على الناس في الشوارع أين حق الطريق ربط الدواب على الطريق واحد ما بيتلي دب أمام بيته وإذا أردت أن تمشي ربما تؤذيك هل الشارع هذا ملكك؟ إذا كان ملكك كيف عن الميازي؟ هذا ليس ملكك؟ ولو كان ملكك والله ما تركت لنا شيئاً والذين يقومون بالبناء يضعون الحجارة والحديد والزلط ده والحديد والأسمنت في الشارع ويؤذي الناس وإذا كنت تريد أن تمر يقول لك ما عليش يا أستاذ ليه فيم الشارع التاني؟ لماذا هذا؟ لماذا؟ هناك وسائل كثيرة نستطيع أن نؤدي بهذا الأمر وكذلك الشباب الذين يلعبون في الطرقات أنتم تؤذون الناس وإزعاجهم بالصراخ أو الصفير أو ما إلى ذلك والذين يمشون بالمزياع والأشرطة بالشارع وأسمع أنا في الطابق الحديد عشر مرة أسمع في الشارع واحد مشغل أسمع نفسك أنا لو أريد أن أسمع منك أعطوا الطريقة حقا ومن يغلق الطرقات بسيارته متقب بسيارتك تحاول الخروج تجد من أغلق عليك الطريقة لماذا؟ أين نحن من هذا؟ وصائمون رمضان زعلان لا يريد أن يغادر هذه المحطة والأدهى والأمر من هذا أن بعض الشركات الذين يقومون بالعمل داخل البلاد أهلا وسهلا بكم يحفظون الشوارع ويتركونها لماذا؟ من فعل شيء من أتلف شيء عليه إصلاحه أنت حفرت الشارع عيدك ما كان لا يتركه بالشهور وبالسنوات وواوا ويفسد سيارات الناس لماذا هذا؟ قال أبو طالب المكي كان الورعون لا يشترون ممن قعد يبيع على الطريق كان يقول البيعين بيع برحتك يا حبيب بس ارجع ورها لو سمحت شوية خليك بعيد عن الرصيف الرصيف هذا حق للمر اللي يمشوا عليه ارجع انت الخلف شوية أما لا لا والذي نفس بيدي رأيت شارعا مغلقا بالبائع ده خرج هنا وده خرج هنا وما فيش مكان تمشي تمشي ولا أقول سيارة ويقولون رب العزة حيبرك لنا كيف يبارك ونحن نخالف النبي صلى الله عليه وسلم الإمام أحمد بن حنبل كان فيه واحد يكريمه كده ويجله بلغه وانا استحي والله وانا اذكر هذا الكسر والله استحي من الله عز وجل ونحن صائمونه في رمضان فراجل ده كان الإمام أحمد يجله ويبجله فبلغه انه طين جدار بيتي من الشارع يعني راجل خد طين من الشارع وطين البيت كده يعني زي التغفيق كده فأعرض عنه الإمام أحمد لما أحمد أعرض عن هذا الرجل فقال له لما زعلان إن الإمام أحمد يعرض عنه قال له طبعا أخذت من طريق المسلمين أنملة وزدت بها في حائطك انت فهمين الموضوع إزاي يعني هو لم أخذ الطين من الشارع وحطه على الحيطة فالحيطة زادت واحد صنط أو اثنين صنط فقال الصنط ده من حق المسلمين وإنها لله وإنها إليه يا جعون الصنط اللي زادت في الحيطة الحيطة زادت صنط طرعت في الشارع صنط صنط ميت قال له انت أخذتها من حق المسلمين هم اللي أخذ لي 700 واللي موقف سيارته واللي عمل لمساطب واللي عمل سلالم ده الإمام أحمد لن يراكم ولا 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 إله يا قريب الحمد لله أنا ما كانش في زماننا الإمام أحمد يا رجل بقى عمل إيه زعل عرف إنه غلطان راح شال الطين كله اللي حطه ده وقال مش حطي إنه بيتسيبه كده يعني عشي عمله الطين اللي هو بيعمله ده يا سلام على عزمة الخطاب الإسلامي حين يحدثنا النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من الإيمان والإيمان بدون سبعون شعب أعلى لا إله إلا الله أدنى مش أدنى يعني أضعفها كده لا أخر واحدة بالصف إماطة الأذى عن الطريق يعني إماطة الأذى عن الطريق من الإيمان آه طب ماذا أفعل أنا وأنت ده ما عندي نظرة إيمان أنا خايف على نفسه الله خايف على أماته خايف عليكم أنتوا حبيبي أضعف الطريق وهو يقول إماطة الأذى لا أنا أرمي الأذى وتلاقي نفسك ماشي في الشارع واحد حدف عليك حاجة رمع عليك حاجة أحبتي لماذا نفعل وإزداد الأشياء لماذا نفعل هذا الأمر بين يديكم رمضان لا يريد أن يبرح بكطار إلى محطة الأخرى لكن يؤلح عليه أن يتركها ويكفي ما سمعنا لعلنا نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم